طيب يا سيد مش عايش تتكلم عن اتحاد مغربي إلا أنا مش ملومه يعني أنا معينه يهنيه يهنيه واخد بالك ليه؟ لأن اتحاد المغربي دافع عن حق فريقه حتى النهاية بكل الطرق ولم يعجد أمامه اتحاد آخر يدفع عن الطرف الآخر خلاص هو اللي طلب يعني وبعدين على الفكرة هو اللي طلب وهو اللي استثمر العلاقات وهو اللي خد الدنيا في المصار هو اللي طلب هو اللي طلب وخد الدنيا في المصار اللي هو عايزه أليس هذا حقه؟ أين حقنا نحن في أنك تحاول تعمل ده مع أنا قلت لك أن مزاج الناس هو عمل مهم جدا أنك تبقيتهم مرتاحين بداش مبسوطين على فكرة كان ممكن كل ده يحصل كان ممكن الاتحاد يقف معاك كان ممكن تاخد حقوقك في الله كان ممكن تلعب في ملعب محايد وكل ده وكان مسؤولين يقفوا معاك ويسفروا لك اللي أنت عايزه وبعدين تخسر طبعا ليه لأن كرة القدم هي نتائج لقد فعل ريفر بول في كرة القدم كل شيء في المبرنة نهائية وكان كل شيء شفاب بالنسبة لي ما أحرجش الحاكم لليك دربة جزاء لكن لو ليك دربة جزاء ما كنتش هتاخدها بمفهوم التحكيم اللي شفناه الراجل عمل سبرينت في الوقت بدل ضاية عشان يطرد لعيب قاعد على الدكة في النادي الأهلي شوفوا الحرص بقى على التكميم وصل لإيه ما كانش واقف يعني ربي ربي عابي كان اللي بيقول بيه برطة وما هو قاعد واخد بالك مش قاعد كده يعني لا تدخل ولا نزل ولا جريلك على الخط ولا اقتحملك ملعب ولا عمل حاجة يعني ورغم هذا يا سيدي ماشي إذا كان قال حاجة ما تصحش مقبولة منك بس كنا نتمنى صفارتك تبقى أكثر عدلا في الحاجات اللي انت شايفها بسيطة وشايفين يا سيدي ان احنا بنتحجج به في انتظار انه داي يتم وفي انتظار انه يعلن للرأي العام احتراما للرأي العام واحتراما لحق نادي الأهلي وحق أي نادي مشاهد اخر حالة ممكن نتكلم بيه انت تقعزت ليه هو لما يطلع مسؤول في الاتعاد المغرب وهنا بقى هنا بقى هتأجلها لا انه هو خد شكر رسمي من الوزير المعني ولم يأخذ لوما رسميا على ما قاله في حق الكرة المصري طيب انتكار